العلاجة على نفقة الدولة وقد إيه الدولة بتشتغل على هذا الملف بشكل مختلف وبشكل جاد خاصة في السنوات الأخيرة الأرقام بتقول أن في 4 مليون قرار علاجة على نفقة الدولة خرج خلال عام 2023 فقط 4 مليون قرار علاج استفاد منهم حوالي 2.5 مليون مريض إجمالي تقريبا التكلفة اللي اتصرفت على هذه الحالات 22 مليار جنيه مش بس هذا الملف اللي بيتم العمل عليه فكرة يعني العلاجة على نفقة الدولة لكن كمان إحنا كان عندنا إرث كبير جدا اسمه قوائم الانتظار واسمه مرضى كتير قوي اسمهم محتوط في هذه القوائم مستنين الدور علشان يتعالجوا الدولة حركت بشكل جاد أيضا في هذا الملف وقدرت أن هي تختارق وأن هي تغير في الأوضاع بشكل كبير لدرجة أن تم إجراء ما يزيد عن 2 مليون عملية جراحية من أول ما تم البدء في مبادرة يعني قوائم الانتظار أو إنهاء قوائم الانتظار فالرئيس كان بيتابع بشكل كبير هذه الملفات وبيأكد طبعا على ضرورة الاستمرار في كبرى المشاريع اللي هي علاقة بالقطاع الصحي لما نتكلم على معهد ناصر لما نتكلم على حقيقة مشروع زي مقر المعامل المركزية مستشفى أورام منوف مشروع تطوير مستشفى أم المصريين كل هذه المستشفيات بيتم العمل على تطوير